السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطلبات الصف في السلام السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة معكم أستاذ صبر يسين وهذه قناة سبيشال يوز تيوب قناة الشباب المتميز بالحال إن شاء الله هنحل مع بعض اختبار من اختبارات الوزارة التجربية وامتحانات السنوية العامة لعام 2021 اللي هو السنة اللي فاتت كنوع من أنواع التدريب على شكل الامتحان الصفحة دي صفحة 270 من كتاب My New Friend كتاب المراجع العامة والنهائية كتاب الامتحانات لعام عشرين اتنين وعشرين يا لت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشاري فيديو مع زمالك على أي وسيلة من وصالة التواصل الاجتماعي ولو دي أول مرة تشوف القناة يشرفني اشتراك في القناة تفعل زر الجرس عشان توصلك عشان رد بل حيات الجان شاء الله ولو قدرت انك تدعم القناة بتحول مبلغ مالع عرقم ودامون كاش الزهر قدامك على الشاشة هكون ممتنة جدا ولمشاهدة باقي فيديوهات كتاب الحلقة دي بس اللي هنزلها على العام لكل الناس نشوفها باقي الحلقات اللي تخص المنهك برضو هتفضل زي ما هي باشتراك لا حابب يشترك يبعت مبلغ مية جنيه عن رقم ودامون كاش الزهر قدامك على الشاشة واستنوني بعد الانترو ورجعت لكم مرة تانية ويلا بينا نبدأ بسم الله اول سؤال بيقول اول سؤال بيقول الاجابة هتكون كلمة اللي معناها بالعربي عادة او عرف او تقليد اللي هي تقاليد المجتمع بيقول حاجة شيء ما الناس تفعله كشيء تقليدي صفه معناها تقليدي يعني من تقاليد المجتمع معناها زي او لباس اللي هو اللبس اللي الناس بتلبسه مثلا على خشبة المصرح هما بيمثله او في الافلام ده اسمه كاستيوم او في حفلة عيد ميلاد حفلة تنكرية يعني كل الحاجات دي او في المهرجانات ده برضو اسمه كاستيوم دي اسم معناها زبون دي صفة معناها مستحوز على عقله ووقته لما تكون في حاجة شغلة بالك لو قلت على سبيل المثال عشان اوضح المعنى سبورت ازهير كونسيومنج باشن بتبقى تحت هنا باشن يعني ولع او شغف طبعا لها معاني تانية بتجي بمعنى غرام عنيف اللي هي كلمة باشن او مثلا حب ملتهب او عاطفة جامحة انما في الجملة اللي انا كتبتها الجملة معناها ان الرياضة هي شغفها اللي بيستحوز على عقلها ووقتها طبعا كلمة كونسيومنج اللي هي الصفة دي متاخدة من الفعل الاسم كونسيوم اللي هو معناها فعلي معناها يستهلك ولو حطت لها ار زمية كده انا حطلها بالغلط اللي هو معناها مستهلك كونسيومر ماشي المسألة اللي بعدها رقم اتنين الجملة معناها انا لا اصدق ما قلته هل انت جاد مضاد كلمة جاد كلمة جوكينج اللي معناها بالعربي مازح او بيهزر يعني خطير سيف امن صفة معناها مصرور او سعيد وفيه كلمة تانية شبهها اسمها دي لايتفول دي لايتفول دي بقى معناها ايه معناها مبهج او لطيف او سار يعني يدخل الصرور على النفس رقم ثلاثة كلمة will بيجي معاها يعني يحل كويس في الامتحان والجملة معناها عندما ابي سألني عن الامتحان اخبرتوه اننا اننا محلتش كويس في الامتحان رقم اربعة نقط seeing the accident I called the ambulance اللي جابة هتكون كلمة on و on بديل الجملة اللي بتقول when I saw the accident I called the ambulance يعني عندما رأيت الحادثة اتصلت بعربية الاسعاف ما تنفعش during لان during ما بيجيش بعدها الى اذا كان الاسم تكوينه بالشكل اللي هو بيكون فيه فدي حاجة تانية كلمة رغم ان بيجي بعدها بس لو بلاحظت ان الفعل C لا يوضع في الازمنة المستمرة بمعنى يرى دي حاجة الحاجة التانية انه بيعبر عن شيء استمر يعني لو انت هتستخدمه هتقول بيعبر عن شيء استمر فترة فهل هي رؤية الحادثة بتستمر ده هو بمجرد ما شافها كده من الاحداث اللحظية فما ينفعش تستخدم ويل رغم انه برضو بيجي بعدها فيرب اي نجي وبيفور برضو بيجي بعدها فيرب اي نجي بس المعنى مش هيزبط معاها لان انت هتقول قبل رؤية الحادث اتصلت بالاسعاف طبعا انت كنت بتاتصل بالاسعاف ليه يبقى نختار on اللي معناها عند رؤية الحادث او فور رؤية الحادث اتصلت بعربية الاسعاف رقم خمسة الجملة معناها ان اول رواية له رصخت قدمه استبلش هنا فعلي معناها يرصق قدمه او يثبت اقدامه ثبتته او رصخت قدمه كواحد من الكتاب الواعدين او افضل الكتاب الواعدين يعني لهم مستقبل مشرق مراضة في كلمة استبلشت هتكون كلمة بروفد اللي معناها يثبت ويبرهن على يثبت ويبرهن على كلمة ديسترست من الفعل ديسترس اللي معناها يحزن او يؤلم او يقلق والصفة منها ديسترسنج اللي معناها محزن او مؤلم او مقلق produce فعل معناه ينتج discredit ده فعل معناه يزعزع ثقة الناس به او بتيجي بمعرض بمعنى يشوه سمعته والنوال منها كلمة اسمها discredit بالشكل ده اللي معناها فقدان الثقة او تشويه السمعة المسألة اللي بعدها رقم ستة اللي جابها هتكون كلمة معناها خريج دي اسم عشان قبلها اهي الجملة معناها هي خريجة جمعة القاهرة طبعا مشان فعناها لان بتاخد حرف الجر ايه انما اللي هي معناها خريج بتاخد حرف الجر او و دول معناهم التخرج ومش هينفع رقم سبعة اللي جابها هتكون اللي معناها يشارك في والجملة معناها ان والدية عادة ما يشجعوني او يلهموني ان انا اشارك في النقاشات الجادة عن مستقبلي او بخصوص مستقبلي بورت معناها ميناء وتك بلايس دي معناها يحدث وتك تاني دي معناها يتبادل الادوار رقم تمانية مونا جات بورت نقط هرسيلف الون شي دي صايد تريد الساينس فكشن ستوري اللي جابها هتكون الجيراند اللي هو فايندين والجملة طبعا دي احنا كده بدقين بها دي جملة خلصة اهي مونا جات بورت دي جملة انتهت اهي لما تيجي تبدأ الجملة اي جملة بفيرب اين جي بالشكل ده ده اسمه جيراند وبيكون معناها بيكوز الجملة هنا بيكون معناها ايه بيكوز انا هرجع عليك لاصلها بيكوز شي فاوند ده كان اصلها لانها وجدت نفسها بمفردها او تشعر بالوحدة عملت ايه قررت انها تقرأ قصة خيال علمي يبقى لما تكون الجملة فيها بيكوز بالشكل ده بقوم حازف بيكوز واحزف الفاعل والفعل احوله الفيرب اين جي وابدأ بيه الجملة المسألة اللي بعدها رقم تسعة الاجابة طبعا هتكون عشان انت عندك جاي بعدها ماينفعش تاخد لان بيجي بعدها المصدر ممكن تقول لكن طالما عندك بيكوز بقى تختار رقم عشرة المسألة بتتكرر جدا في الامتحانات والاجابة هتكون مش هتختار المضارع التان متأكده كده دول ما نجدعه بيهم مش هتختار المضارع التان لانه بقول انا شفت الاسبوع الماضي يبقى انا شفتها الاسبوع الماضي اهو ده الحدس اهو بيقول بقى انا لم ارها منذ 2019 يعني من 2019 لحد الفترة دي ما كانش شفها دي الحاجة اللي حصلت الايه الاول اللي هو زمن الماضي التام حاجة حصلت الاول الحاجة التانية بقى ان هو شفها الاسبوع الماضي دي اللي كانت الاسبوع الماضي بدي الحاجة التانية الحاجة الاولى بقى تكون في الماضي التام ما تتلخبتش بين المسألة دي. لو خدت المضارع التام مش هيزبط. لان انت لو قلت انا ما شفتهاش من الفين وتسعتاش معناها ان انت ما شفتهاش خالص لحد اللحظة اللي انت بتتكلم فيها. لحد اللحظة اللي انت بتقول فيها الجملة. تب ازاي وانت لسه شايفها الاسبوع اللي فات? خد بالك من اللغبطة في المسألة دي. رقم حداشر. الاجابة هتكون سامريز اتس كونتنت. الجملة معناها عندما تختتم او تستنتج كتابة المقال ينبغي ان تلخص المحتوى بتاع الاساي كله. مش هتنفع معناها تجعل ان هي مفتوحة. منتكده كده تحط فالسطوب. يعني تكتب ما يدعم الفكرة الرئيسية ده بيكون في البادي بتاع البراجراف مش بيكون في الكنكولوجيا. رقم اتنشر. الجملة اللي تركيبها صحيح لتر دي اللي بتقول اي من سد وقاد الكومة وقاد علامات التنصيص الاثنين واحدة في الاول واحدة في الاخر. والجملة بدأ بدأت استفهام اول حرف فيها كابيتل وفي الاخر اه كويسشن مارك وقبل الشخص اللي اسمه علي في هنا كومة اهو لانه منادة يبقى كده الجملة تمام مكتملة الايه العلامات. الاختار اللي موجودة في لتر اي عدم موجودة علامات التنصيص في الاخر ونفس الكلام مع لتر بي ونفس الكلام مع لتر سين. رقم طلعتاشر. طبعا الفورمال ايميل اللي هو الايميل الرسمي بنختمه بكلمة يورز سنسر لي اللي معناها المخلص لك لكن باي وسيو ليتر وسيو سندوك اللي بس تقضيمها في الانفورمال ايميل اللي كنت ببعثه للاصدقاء والاقارب. رقم اربعتاشر. وين لما تكتب مقالة او باراجراف بتبدأ بايه? بتبدأ بالانتروداكشن سنتنس اللي هي الجملة اللي بتكون في الانتروداكشن سنتنس. طبعا الكلوزين والكونكلوزين والاندين كل ده بيكون في الكونكلوزين في الاخر خالص. رقم خمستاشر الجملة السليمة من ناحية التكوين هتكون لتر سي. اول خطأ موجود عندك في لتر اي الخطأ اللي فيها وهنا برضو لتر بي مفيش الفعل اللي هو عدم موجود الفعل اللي تنظر كده غلط. يبقى دي كده عندك جملتين غلط. لتر اي غلط ولتر بي غلط. فاضل عندك لتر دي. كلمة يعني والدي الشخص. هنا انت خد ضمير بيعود عليه اللي هو هم. هل الشخص ده بالضرورة لازم يكون مذكر عشان ناخد هم? لا. والدي الشخص ممكن يكون والدي واحدة. الشخص ده ممكن يكون مذكرا او مؤنس. اللي معناها الواحد. فمشان فهتستخدم هم بنستخدم ايه? الضمير المنعكس على بيكون هو هو. رقم ستاشر. طبعا ده بيقول لك مئة مليون متشرد ناس مرهمش بيوت. فطبعا هيكون بتكلم معنا اللي هو السكان او الازدحام السكاني. مش اللي معناها التلوث ولا البطالة ولا تروريزم اللي معناها الارهاب. رقم سبعتاشر. الاجابة هتكون كلمة اللي معناها الاطروحة او النظرية او الفرضية. وبرضو بتيجي بمعنى رسالة جامعية اللي هي الماجستر والدكتراء والحاجات دي. بيقول ان جملة الاطروحة بتخبر عن الفكرة الرئيسية او وجهة النظر بتاعة المقال بالكامل. الخاتمة او الاستنتاج دايركت سفى معناها مباشر وان دايركت سفى معناها غير مباشر. رقم 18 بيقول what is meant by coherence of the essay. ما هو المقصود بكلمة coherence اللي هو معناها الترابط او التماسك المنطقي للمقالة. معناه ان الاساي should be organized logically. ان المقالة ينبغي ان تكون منظمة ومرتبة بشكل منطقي او بتسلسل منطقي للافكار. مش فكرة من يمين على فكرة من الشمال على فكرة من هنا على فكرة من هنا. ممكن تكون الافكار لها علاقة بالموضوع كلها لكن مش مترتبة. متل اخبطة كده. فكون ان الافكار تكون كلها مرتبطة بالموضوع دي حاجة اسمها unity اللي هي الواحدة. ان الافكار كلها تكون لها علاقة بالموضوع. لكن تسلسل الافكار بشكل منطقي دا اسمه coherence اللي هو الترابط او التسلسل المنطقي. بقيت الاجابات طبعا كلها غلط. رقم 19 which of the following is right الجملة الصحيحة دي اللي بتقول علي وبعدين دول جملتين مستقلة تاني مستقلين من ناحية نحوية كل جملة فيها فاعل فاعل مفعول فاعل فاعل مفعول ما فيش رابط بين الجملتين يبقى مش هتعرف تستخدم كومة. آآ هنا ما حطش حاجة خالص وهنا حط آآ الكولن. بستخدم دي اللي هو السيمي كولن لما يكون الجملة الاولى لها علاقة بالجملة الاولى. الجملة التانية لها علاقة بالجملة الاولى او بتفسرها او بتوضح معناها. بيقول ان علي بيحب الموسيقى الكلاسيكية لكن مجدى ما بتحبهاش. يعني الجملتين بتكلموا عن حاجة واحدة اللي هي الكلاسيكال ميوزيك. رقم 20 في مقال بيتكلم عن اهمية المكتبات. الجملة الاتية ممكن تظهر فين في المقال. الجملة دي بتقول ايه بقى? الجملة بتقول يعني الكتب في المكتبة مرتبطة بفروع مختلفة من العلم او من العلوم. طبعا هنا هو بتكلم في الجملة دي عن الايه? عن الكتب بتاعت المكتبة. يعني اول ما هيتكلم هيتكلم عن الكتب هو بتكلم عن اهمية المكتبات. يبقى مش اول ما هيتكلم مستحيل هيكون بتكلم عن اهمية هيتكلم عن الكتب. يبقى مش هتكون في الانترودكشن ولا في التايتل ولا في الكونكولوشن. هي ممكن تكون في البادي. اللي هو جسد الايه? المقال. رقم واحد وعشرين زكار طوك زي اسكيبت منتو سيفتي. سيفتي از انتوني مسويس خد بالك. هو عاوز منك السينونيوم وللانتونيوم. هو بقول مضاد كلمة سيفتي كلمة ريسك اللي معناها مجازفة او مخاطرة. لكن كلمة سيفتي طبعا معناها الامان معناها الامن او الامان معناها التردد ان الانسان يكون متردد والصفة منها بالشكل ده معناها متردد مش راسي على حل يعني معناها لحن او اغنية. رقم اتنين وعشرين طالما عندك يبقى الاجابة ده هي غلط وده هي غلط لان مصط والشهد ما بجيش بعده انتو. فاضل عندك يا هاف يا نيدز. لو بسطة تلاقي كلمة ده هي مفرد يبقى مفرد يجي بعدها هاز يبقى هاف غلط يبقى الاجابة تاخد نيدز. والجملة معناها ان هذا الدواء يجب ان طبعا النيد برده بتعبر عن الضرورة. يجب ان يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال. رقم الاجابة هتكون كلمة يونيفيرس اللي معناها الكون. والجملة معناها عندما تريد شيئا ما بصدق كل الكون سيتآمر لكي يساعدك في الانتهاء والحصول على هذا الشيء. اللي هو الفعل ده فعل معناه يتآمر او يتواطئ. والننون منها كلمة اسمها كونسپيراسي اللي معناها مؤامرة. وفي كلمتين اسمها كونسپيراتور. دي معناها متآمر او متواطئ. كلمة دي معناها النثر. النثر اللي هو شكل من اشكال الادب يعني الفضاء. وفيرس معناها الشعر. رقم 24 الجملة الخطأ هتكون letter c. they don't allow to smoke here. الخطأ اللي فيها ان اللاو لو ما جاش بعدها مفعول يبقى بيجي بعدها فيرب اين جي. يبقى انفروض تحط هنا. لكن لما بيجي بعدها مفعول بتاخد تو زائد المصدر. يعني ممكن تقول they don't allow people to smoke here. تمشي. هنا aren't allowed to زائد المصدر isn't allowed here. التدخين ليس مسموحا هنا. يوم باصل تسموك here كل ده جمل صحيح مفيش فى اي خطأ. رقم خمسة وعشرين المهم بعد ما تقرأ ده كله ده كلام كتير جدا مش عايز اقراه. هتحل عن طريق الاستبعاد. انا اقول لك لما يكون عندك اكتر من فراغ يعني عندك نقط كتير استبعد اجابات. انسب جملة للاستبعاد هتكون الاخيرة. if you aren't going if you aren't doing an مقط. شوف هنا عندك انا هي. يبقى ده غلط. لان فيها ان مش ينفع تقول ان ان. وكمان دي غلط. برضو فيها ان مش تقول ان ان. وهنا بقول اللي هو المعمل. هو انت هتعمل ايه في المعمل? هتعمل اكيد تجربة معملية. مش هتعمل اللي معناها خبرة. يبقى الاجابة هتكون لتر دي. هي الاجابة الايه الصحيحة. دايما لما يكون عندك اكتر من فراغ استبعد اجاباتها على طول. وشوف انسب ما كانت استبعد منه. او افضل يعني او اسهل واحد. رقم ستة وعشرين. بص فيه فرق بين الفعل ستيل. والفعل رب. الفعل ستيل معناها يسرق شيء. والفعل رب معناها يسرق شخص او مكان. تعال هنا بيقول لك ايه زفلات اللي هي الايه فلات? يعني الشقة او الشقة. بيقول اللصوص دخلوا الشقة ان دي ايه ات. يبقى مش ينفع لان ستول بتجي مع الاشياء. احنا دلوقتي بنتكلم عن مكان اللي هي شقة. وستول دي كمان غلط. فاضل عندي سي ودي. هتقول بقى زي نقط المني دي ايه? المني ده شيء. يبقى مش ينفع تستخدم مع ايه? رب. يبقى فاضل عندك لتر سي الاجابة الصحية. رقم سبع الاجابة هتكون كلمة effect اللي معناها التأثير او النتيجة. الجملة معناها ان هو عمره ابدا مسافر الى الصين. ولهذا السبب او لذلك الكلمة بتسوي معناها لذلك او لهذا السبب. ولذلك هو يعرف القليل جدا عنها عن الصين يعني. يعني التناقض يعني الاضافة يعني السبب. رقم ثمانية وعشرين. اي من الاشياء التالية تستخدم كتحية لرجال الاعمال. طبعا واضحة جدا هتكون دير سير اللي هو سيدي العزيز. مش هتكون دير فازر ابي العزيز ولا دير عالي. آآ عزيزي عالي ولا دير مستر باتل عزيزي مستر باتل. رقم تسعة وعشرين. اوت افزا جيفن اوبشنز ويتش بست اكسبريسز زامين افزا جيفن بروفيرب. دونت كاونت يور تشيكنز بفور زي هاتش. السؤال معناه اي من الاختيارات التالية تعبر افضل تعبير عن معنى المثل التالي. المثل بيقول ايه? في مثل اجنابي بيقول دونت كاونت يور تشيكنز بفور زي هاتش. ما تعدش الفراخ اللي عندك قبل ما يفقسه من البيضة. يعني في واحد عنده مثلا آآ كذا بيضة عنده. فهو معتقد ان هو راجل عنده صاروة كبيرة عدد البيض. فهو معتقد ان هو عنده صاروة كبيرة بناءا على عدد البيض اللي موجود قدامه. فاقس الحكمة بتقول ان انت ما تعدش الدجاج هو بعتقد ان ده بقى دلوقتي انه عنده سبع دجاجات. فهو بقوله ما تعدش الدجاج اللي عندك لحد ما يفقس ويبقى دجاج بالفعل. انما هو دلوقتي لسه مرحلة ان ايه? انه لسه في البيض. ما فقسش. كلمة هاتش ده فعل معناها يفقس. ولو حطط له اوت معاه يبقى كده فريزة الفيرب معناها يدبر مؤامرة او يحيك ده سيسة. يتأمر يعني. ولو بتمشي اسمه برضو كلمة هاتش بتمشي اسم. بيكون معناها ايه? بيكون معناها باب الطائرة. باب الطيارة اسمه هاتش. ولها معنى تاني بمعنى نافذة صغيرة بين المطبخ وغرفة الطعام. المهم الجملة اللي هتعبر عن المعنى دي اللي بتقول. يعني بالعربي لا تبني خطط او متعملش خطط معتمدا على نتائج متنبأ بها. مش نتائج حقيقية. ده هي لسه مجرد نتائج انت بتتنبأ بيها. بتتنبأ ان هيبقى معاك سبع فرخات. لكن ممكن آآ تلاتة منهم ما يفقسوش او يبوزو. فانت ما تبنيش الخطط بتاعك بناء على النتائج المتنبأ بيها. التي لم تحدث بعد. رقم تلاتين. بص كلمة نايزر دي تدل عن نفي. فما ينفعش يجي بعدها نفيه. فتبقى لتر سيه غلط ولتر اي كمان غلط. طيب. بييجي بعدها ترتيب اللي هو الفاعل الاول وبعدين الفاعد المساعد. ولا الفاعد المساعد وبعدين الفاعل. لازم تكون معارف المعلومة دي. لما بتيجي في الاخر بيجي بعدها الفاعد المساعد الاول وبعدين الفاعل. دي هتكون غلط. هننتقل بعد كده لاجابة أول حاجة إجابتها C نمبر 2 إجابتها D نمبر 3 إجابتها D نمبر 4 إجابتها A نمبر 5 إجابتها B ونمبر 6 إجابتها C نمبر 7 إجابتها D ونمبر 8 إجابتها D نمبر 1 في القطعة الثانية إجابتها B ونمبر 2 إجابتها D ونمبر 3 إجابتها B ونمبر 4 D 5 بي سيكس دي. نمبر سيفن اجابتها بي. نمبر ايت اجابتها بي. نمبر ناين اجابتها اي. ونمبر تن اجابتها دي. بالنسبة لاول قطعة في الترجمة اللي بتقول اجابتها حرف الالف الهدف شيء ما تريد تحقيقه والاخطاء اللي موجودة عندك في حرف البي شيء ما نريد اللي هو حرف النون ده. اللي هو معناها نحن. وبقول يو. اللي معناها انت. يبقى انت تريد. مش انت نريد. اه الحرف الجيم الخطأ اللي فيها الهزف اللي تحرزه. وكلمة اين تريد احرازه. هم قالش اين تريد. وقال what your goal is. اللي هو ما هو هدفك. مش اين تريد احرازه. وبرضو عندك نفس الخطأ اللي هو اين يكون هدفك. وكلمة الهدف ضمن اشياء تريد تحقيقها دي برضو خطأ. القطعة التانية اللي بتقول ايجيبت ديستينجوشد لوكيشن ترجمتها حرف الالف برضو موقع مصر المتميز واثارها العظيمة. الاخطاء اللي موجودة عندك تميز مصر الموقعي. غلط. حرف الجيم موقع مصر واثارها المتميزة. وصف الاثار بانها متميزة. الرغم ان هو قال في الجملة ان ديستينجوشد اللي يصفه معناها متميز بتوصف الايه? الموقع مش بتوصف الاثار. هو وصف الاثار بانها عظيمة. ده الاثار السياحية وهي موصفة بقبل ايه? بجريت. برضو دي غلط. رقم تلاتة هيجب ان نرشد استلاكنا من المياه. اجابتها لتر اي. الاخطاء اللي موجودة عندك في كلمة اه اللي ممكن تجي بمعنى يعشش. ممكن تكون خطأ طباعه ما عرفش بس لو اعتبرتها من كلمة مشتقة من كلمة اللي معناها عش هيبقى دي معناها يعشش. وفي كلمة تانية شبهها اسمها اللي هي معناها يؤمم زي تأميم قناة سويس كده. دي معناها اللي هي نرشد استهلاكنا دي الاجابة الصحيحة. دي الخطأ اللي فيها في كلمة اللي هي بتعبر عن المستقبل لانه بقول لك في في المستقبل القريب لكن الفيس ده فعل مضارع فالمفروض تبقى بالشكل ده زي ما موجودة في كمان في عندك اخطاء تانية زي كلمة اللي معناها سلسلة او مسلسل. انت مش عاوز كلمة اللي معناها مشكلة خطيرة. واخر قطعة في الترجمة تتسبب السيارات وغيرها من وسائل النقل في التلاوس والسامع الذي يصيب. اجابتها اللي موجودة عندك كلمة مين ده ايه فعل معناها يعني او صفة معناها بخيل اه بس احنا مش عاوزين احنا نعلم كلمة مينز ده ايه اللي معناها ايه اللي معناها وسيلة او وسائل بتمشي مفرد وبتمشي جمع اه لترسيل الخطأ اللي فيها في كلمة ده فعل مفرد وانت عندك الفعل جمع كارز اند اثر مينز بفرد يكون فعل جمع من غير الاس ده ايه لترديل خطأ اللي فيها كلمة اه اجزيس من غير من غير ضمير الوصل اللي هو موجودة فوق اللازي هنا ما حطهاش يبقى كده وصلنا نهاية حلقتنا اتمنى على عجبكم الفيديو تضغط لك الفيديو وتشاهد فيديو مع زمالك على اوسر الموصل للتواصل الاجتماعي ولو عايز تشترك في باقي الاجابات بتاعت الامتحان بتاع مين اه اه اكلمني على الواصل على التليجرام اتمنى لكم جدا اشتركوا حسناكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة